ولذا تجد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام انظروا أعزائي انظروا قلت لكم بأنه أساسا هذا الذي أقوله بيني وبين الله أي إنسان سوي عاقل ماذا يقبله انظروا ماذا يقول في كلماته رقم 61 مولانا من نهج البلاغة يقول لا تقاتل الخوارج بعدي لماذا لماذا قاتلتهم إذن يا رسوله يا أمير المؤمن لا تقاتل الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه يعني الخوارج كانوا طلاب حقيقة لو كانوا طلاب باطل ملا هذا نص لعلي بن أبي ظالم الخوارج كانوا طلاب حقيقة لو كانوا طلاب باطل ملا طلاب حقيقة طلاب حقيقة نعم أصابوا الطريق لو أخطأوا الطريق هذا إن شاء الله سيأتي هذا إن شاء الله سيأتي ولهذا تجدون أنه جملة من المحققين في ذيل هذا المعنى ومنهم أعزائي ومنهم ابن ميثم البحراني أعزائي في ذيل هذا المقطع عبارات قيمة يقول بأنه يقول أن هؤلاء ما طلب الباطل بما هو باطل بل طلب ماذا ها طلب الحق نعم أصابوه أم لم يصيبوه لم يصيبوه فسا إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك ومن منا يستطيع أن يدعي أنه طلب الحق ماذا من أين هذا دون إثباته ألف ألف خرط القتال من أين يستطيع أن يعرف الإنسان نعم يقول أدي دليل على ما قلته بل من حقك هذا هذا بحثه سيأتي إن شاء الله ليس أو أشار أن الخوارج لم يطلب الباطل مع العلم بكونه باطل الخوارج لم يكون كذلك بل طلبوا الحق بالذات فوقعوا بالباطل بالعرب هو العبارة لطيفة فطلبوا الحق ماذا مطلوبهم كانت الحقيقة ولكن كانوا يتصورون أن الحقيقة ماذا ها هذا الذي فعلوا هذه في صفحة 155 من الجزء الأول واعلم أن هذا نص بأنهم كانوا طالبين للحق إذا نعترف ما أدري أخاف أجيب الأسماء وإستغلنا مشكلة نعترف للآخر الذي ديقتلنا وكذا أنه طلاب حقاً لا نعترف من أين تعرف أنهم طلاب باطل من أين تعرف أنهم من الصنف الثاني وليسوا من الصنف الأول من أين وبيانه أن معظم رؤسائهم هذا من هذا يقولها ابن ميثم البحراني الأخبار ملانها التفتوا جيداً يقول وبيانه أن معظم رؤسائهم كانوا على غاية من المحافظة على العبادات كما نقل عن الرسول حيث وصفهم فقال حتى أن صلاة أحدكم لتحتقر في جنب صلاتهم وكانوا مشهورين بالصلاح والمواظبة على حفظ القرآن ودرسه إلا أنهم بالغوا إلى آخر هذه المقدمة أنا كل إنما ذكرتها طبعاً مغني همت نفس الكلام أنا بيودي البعض ما أراجع في ظلال نهج البلاغة أيضاً مغنياً يقول هذا الكلام إذن أعزائي نحن عندما نتحاور مع الملحدين حديثنا إحنا الآن مو مع الخوارج مع من أعزائي الآن لا مع داعش ولا القاعدة ولا النصرة ولا الإرهابيين ولا المتطرفين أبداً أبداً حديثنا مع من أعزائي الآن مع الملحدين لابد أن نتعامل معهم سيدنا